وفي كلمته أمام المنتدى تعهد الرئيس الصيني تشي جينبينغا بتمويل مشاريع في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 50 مليار دولار أضاف الرئيس الصيني أن بكين ترغب في تعميق التعاون الصناعي والزراعي والتداري والاستثماري مع القارة مشيرا إلى أن الصين وأفريقيا ستنفذان ثلاثين مشروعا لربط البنية التحتية كما يقول المثل الأفريقي الصديق هو الشخص الذي نتشاركه الطريق وعلى طريق التحديث لا ينبغي لنا أن نترك أحدا أو أي بلد خلفنا دعونا نحشد أكثر من 28 مليار مواطن صيني وأفريقي في قوة جبارة على طريقنا المشترك نحو التحديث ونعزز تحديث الجنوب العالمي من خلال التحديث الصيني الأفريقي ونكتب فصلا رائعا جديدا من التنمية في تاريخ البشرية دعونا نتكاتف لتحقيق مستقبل مشرق من السلام والأمن والرخاء والتقدم لعالمنا